في رسالة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا شددت تنسيقية العمل الوطني على ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية وعجزت السلطات في البلاد لسنوات طويلة عن التوافق حولها بل وحولتها إلى أداة للمغالبة والمحاصصة وعرقلة المسار الديمقراطي التنسيقية التي تضم عددا من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات الأهلية والشخصيات المستقلة ناشدت البعثة الأممية عدم توفيت الفرصة التاريخية واتخاذ إجراءات فورية لتوفير قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد التنسيقية اقترحت تشكيل فريق قانوني متخصص ومستقل للتشاور مع اللجنة القانونية بمجلس النواب يعمل تحت رعاية البعثة الأممية لإعداد وثيقة دستورية موحدة للمرحلة الحالية تحدد أدوار كافة الأجسام الحالية وتراعي الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاقات المعمولة بها في ليبيا يتم اعتمادها أخيرا من مجلس النواب لتكون رسميا وثيقة دستورية للمرحلة الحالية كما اقترحت التنسيقية أن يتولى الفريق وضع مقترح لمشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ويقدم المشورة القانونية للمسار السياسي وغيره من المسارات القائمة في البلاد التنسيقية أشادت في رسالتها بعمل البعثة الأممية وتنفيذ استحقاقات برلين ووصول ملتقى الحوار السياسي إلى تشكيل حكومة موحدة ومجلس رياسي مصغر وتحديد الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا للانتخابات إضافة إلى اتفاقات اللجنة العسكرية مبدية تخوفها من عدم تمكن المؤسسات المعنية من التوافق على قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات في موعدها دون مساعدة المتخصصين